للوقوف عند التطورات السياسية في كردستان العراق وتصاعد الخلافات بين الأحزاب الكردية ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الكاتب والناشط السياسي علي الشعلان أستاذ علي مرحبا بكم يعني بداية ما مبرر استمرار الخلاف بين الحزب الديموقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني يعني ما الذي يعيق الوصول إلى حل وسط بين هذين الحزبين نعم مساء الخير جماعة الكرخي مساء الخير نعم هو هناك خلاف يعني عميق بين هذين للأسف وهذا الخلاف يجب يعني من ضغوط خارجية ضغوط مثلا إيران تضغط على الإطار من جهة أنه يحاول يشتت ما بين الإخوان ما بين الطرفين الحزب الاتحادة والحزب الديموقراطي ضغوط من إيران ضغوط أيضا من تركيا للأسف الولاءات الخارجية هي من أدت بهذا الحال في كردستان العراق كردستان العراق متطور يعني الأخوة حاولوا يطورون نفسهم منذ 1991 بدأوا يطورون بعد الحماية الأمريكية لكن للأسف مرة أخرى التدخلات الخارجية والولاءات الخارجية هي ما شتتت الوضع في كردستان وهي ما خلت الأخوة يصبحون أعداء يعني عن موضوع التدخلات الخارجية يعني ماذا ستستفيد إيران من هذا الخلاف يعني خاصة أن إيران تتهم بأنها صاحبة المصلحة في هذا الخلاف ما هو مصلحة إيران في الخلاف بين الحزبين الكرديين مصلحة إيران أنه إيران تعرف جنابك إيران يوجد من الأكراد الإيرانيين موجودون أيضا في جبال سنجار وموجودين أيضا في هولير في جبال الأربي نعم هناك إيران يعني من مصلحة أنه الاستقرار ميتم في العراق كله مو أبس فقط في كردستان لاحظ حضرتك يعني هذه المخدرات التي تنزلها إيران وتجيبنا حل الأسواق أيضا هذه المخدرات هي آخر هذه المخدرات تقتل شبابنا تقتل الأجيال إيران من مصلحتها العراق غير مستقر بصورة خاصة كردستان العراق من مصلحتها لا تريد أن ترى التطور في أربيل هناك تطور كبير في أربيل يعني حكومة السيد البرزاني بالفعل عملت كثير في أربيل وفي هولير ونرى هناك بناء هناك قرباء هناك مدارس نموذجية هناك أيضا مستشفيات نموذجية هذا لا يسعد إيران وإيران هي من للأسف دائما تحب العراق بخانة صغيرة في خانة غير قادرة على إدارة شؤونه وللأسف الطبقة الحاكمة الفاسدة مثل ما جنابك تعرف في بغداد هي يعني ولا آثة إلى إيران ولكن أستاذ علي يعني سابقا لم يكن يصل الصراع لهذه الحدة خاصة أن من المؤشرات التي تشير إلى أن كردستان العراق منطقة قوية مستقرة لماذا تعمق الخلاف لهذا الحد لهذا الشكل أستاذ علي نعم نعم مع حضرتك سمعت السؤال لا السؤال ما سمعت يعني سابقا لم يكن يصل هذا الصراع أو هذه المشاكل أو هذا الصراع لهذه الحدة خاصة أن كردستان العراقي تميز بأنها منطقة قوية مستقرة لماذا تعمق الخلاف بين الحزبين الكرديين بهذه الحالة بهذا الشكل يعني إحنا شفت من بعد الموازنة الأخوة الأكرادة في الحزب الاتحاد والديمقراطي جلسوا في بغداد جلسوا وكان لقاء خاص وحضره أيضا قادة من الإطار من ما يسمى الإطار حضره وفي أربيل أيضا كان اجتماع يعني هناك خلاف يعني على الموازنة هناك خلاف يعني الخلافات هي قديمة أخي قديمة جدا يعني من التسعينات ومن الثمانينات هناك كثير الأخوة الأكراد للأسف دهموا إلى السلاح والاختتال ما بينهم هذا شيء مؤلم يعني هم بالنهاية عراقيين وهذا يؤلم كل الشعب العراقي بس هذه هي يعني تراكمات تراكمات اللي للتسعينات حرب الثمانينات وحرب التسعينات هذا كلها تراكمات وهل ستعرف الوضع يعني في العراق هناك ميزانيات انفجارية تعرف يعني الموازنة بعد الموازنة هذه الأموال الطائلة يعني هي هم الثروة الثروة وتوزيع المغانم وتوزيع الفلوس والمليارات هذا أيضا استاهم فيه يعني الأخوة على سبيل المثال الأخوة في الاتحاد يطلبون الميزانية خاصة تذهب للتسعينات يعني مو كردستان تحت إدارة مو كل كردستان تحت وزارة المالية الإقليم لا يريدون هم لهم تروح من بغداد حصتهم والأخوة في أربيل أيضا يريدون حصتهم وهذا ما يزعج الأخوة في هولير يعني في أربيل ما هذا شيء يقول لك ما يصير طيب أستاذ علي تعتقد أن هذا الخلاف سيؤثر على كردستان العراق من الناحية الاقتصادية والسياسية وحتى الأمنية تعتقد ذلك؟ بالتأكيد يؤثر مو بس على كردستان العراق يؤثر على كل العراق حتى في الجنوب حتى في البصرة في كل العراق أخي اليوم العراق يعني جسد واحد يعني ما تستطيع أي إنسان يثير مشاكل في أربيل وما تتأثر البصرة لأنه كثير من المواد التجارية تذهب عن طريق عن طريق المراسل الحدودية عن طريق السيمانية وأربيل فالعراق كلها يتأثر نعم كان إيران تدير القلاقل في أربيل في كردستان العراق في إيطانها نحن شفنا كم مرة قصمة في الطائرات المسيرة لحد قبل شهرين أو ثلاثة شهر وضربوا مطار السليمانية وكان رئيس الأخ من اتحاف كان في طائرة الخاصة يذهب إلى تركيا يعني كثير في مشاكل إيران هي من للأسف تدير المشاكل في العراق إيران هي يعني ما يهدى لهضال حتى تخلي العراق دائما تحت تهديد السلاح والحرب الأهلية مشكلة العراق للأسف هي إيران يعني هذه أستاذ علي هل ترى دعم الإطار التنسيقي للاتحاد الوطني الكردستاني سيكون بلا مقابل يعني هل ترى أن المكاسب التي حصل عليها بافل الطالباني تستحق هذا الصدع في العلاقات بين الحزبين الكرديين الإطار يمشي بأجندة أخي صادي الكريم يمشي بأجندة إيران إيران هي من تحرك اللعبة إيران هي من تدفع الإطار لتفرقة الأخوة الأكراد بالتأكيد يعني الإطار أو الصقور في الإطار المتمثلة بالسيد المالكي كيسر خزعلي فالح الفياض همام حمودي هذه الأسماء التي عددناها هذول الصقور الإطار هم من يعني يأخذون التعليمات من إيران وهم من ينفذون هم من هناك يعني الأخوة في الديمقراطية يتهمون الاتحاد بالقيانة وهذا ترجع إلى أحداث كاركوك تذكر جنابك أحداث كاركوك شون نسحبوا من كاركوك شون نسلموها إلى الميليشيات الحشد يعني هناك مشاكل كبيرة بالفعل مشاكل كبيرة نتمنى السلامة لأهلنا في كردستان ونتمنى أيضا نتمنى أيضا إيران ما تكون إيدها طويلة حتى تفرق بين الإخوة سؤال أخير بالنسبة لجنابك الكريم أستاذ علي بدقيقة لو تفضلتم في ذلك هل يمكن أن تلعب واشنطن دورا في رأب الصدع بين الحزبين الكرديين بالتأكيد هذا ممكن لأنه الولايات المتحدة الأمريكية عادة علاقات كبيرة جدا مع البرزاني الأخوة في هوليا في أربيل بس علاقاتهم غير جيدة مع السليماني لأسباب يعرفون أنه ولا الاتحاد الكردستاني ولا إلى إيران فهم علاقاتهم جيدة مع أربيل بس علاقات المتحدة علاقاتها جيدة مع أربيل مع السيد البرزاني بس علاقاته مع طافل غير جيدة لأن الأسباب التي ذكرناها تعرف ولاء السليمانية إلى إيران وتعرف هناك مشاكل كبيرة بين لقليم أربيل وبين الدولة المارقة من برلين الكاتب والناشط السياسي علي أشعلان شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم